قصة النهاردة مع أدا شوية فيها شوية كدب على شوية تغفيل على خروج على القانون كل حاجة يمكن يكون بطلها موهم ممكن من الناس اللي بتؤمن بنظرية المؤامرة اللي تخليه قول مراتي وبنتي حاولوا يقتلوني الأستاذ جمال بطل القصة كان بيشتغل في دبي بعد شوية خلافات كده مع مراته راح يتعيش معاه ولما نزل مصر نهائي عشان يستقر فوجئ ان عليه قضايا نفقة وطلاء اتحكم فيها من سنة التسعين وهو ما يعرفش عنها حاجة ان حما باع البيت اللي بناه من سنين في الغربة ده غير ان مراته سحبت فلوسه كلها ستة مليون درهم على حسب كلامه ايه اللي بيحصل ده طب ممكن يكون ده حقيقي ولا كدب اسئلة هنتكلم فيها النهاردة مع ضفنا اللي منورنا ومشرفنا كمان دكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي ازايك يا دكتور؟ اه بارك ايه منورنا عبدالله على سلامة رجلك الله يسلم ايه ايه راجبها دكتور في القصة النهاردة؟ والله هي قصة فيها تفاصيل كتير او قوي وبعدين قصة كتحسيها هي قصة حقيقية يعني هي مبعوطة من شخص حقيقي احنا متأكدين لكن هل اللي بيحصل ده حقيقي؟ هو قصة اللي ممكن جدا يكون الكلام ده مبالغ فيه من تخيلاته هو وانا حسيت كده يعني قصتين فيه بزبط نسعك حاجة كده من خيال وتخيل حاجة وعاش فيها قلبك قالك ايه؟ هو طبعا عنده جزء كبير من المشكلة ان هو عنده مسئولية كبيرة سواء هو ده حقيقي او مش حقيقي ليه؟ لانه ده حقيقي فانت كان فين دورك انت فين دورك في كل الاحداث من اول دايما من اول ما هي حطتك قدام الامر ده واقع فيما بعد فطول وقت انت واقف دول المتفرج دول المشاهد تعملش احاجة خالص وطول وقت كلهم ضدك يعني كل الناس ضدك وكلهم عايزين يؤذوك بنته هتعوصت مويته؟ ما هو يعني فكرة ان هي بتضربه فبتتخانق معاه وبعدين هو يعني كل اللي ذكره في القصة ان هو بس ضرب مراته او بيوريه يعني فويته وعدين هو يترب مراته من طبيعي يتلموا عليه حلوة بالزبط وعدين هو مشهد اصلا تصعودي فانت متخيل انت لما تبيد ايدك او تضرب او تتخانق الناس هتفرج عليك تفتكير مراته هتقوله انت مش راجل عشان ما رحش مع ابنه السباء وارد في ناس عموما بتغلطه في ناس عموما لسانها يعني زالف شويتين في العلاقات فبتتمادر شوالوية كده كان هامل توكيل لابوها وكان هيدلها الكردت كارد بتاعه تجيب اللي هي عايزين مواقف احنا عندها كذا موقف مش ده بس المواقف الوحيد يعني ده مواقف كتير معاه ده هو ذكر ان هي حاولت تقتيله وذكر ان هي ثابته ونزلت وقررت ترجع لشغله ويسيبه وطول وقت وهو طول وقت بيقدم فهو يعني طول وقت مضحي جدا جدا او ان هو يعني اي مدولة ضحية او ان هو متخيل ده او ان هو متخيل ان كل ناس ضده متخيل نظرية مؤامرة ان كل ناس عايز تأذيه وقصة بالنسبة لي مش حقيقية اصلا طب يا مراته ممكن تكون عملت كده فعلا وعملت كده ليه عملت الشكل عملته موايد جدا يعني خوايد من بيحصل